فإذا أحبائي عندما نصف الرب يسوع المسيح يقول عنه اللي ولد هو أيضا إلها قديرا إلها قديرا ولاحظ أنه بتشوف هون الطبيعتين بتشوف المسيح الإنسان الكامل بالطبيعة الإنسانية بكل إنسانيته حتى يتعاطف مع بشريتنا ومن ناحية أخرى بتشوف كمال المسيح أيضا مش كإنسان كمال المسيح كإله لأنه ابن الله هو الإله القدير هو الإله الذي ظهر في الجسد إنسان كامل إله كامل في شخص واحد يسوع المسيح هذه الأوصاف وصفها النبي الشعياء اليهودة اللي يؤمن بوحدانية الله هذه الأوصاف اللي تكلم عنها الشعياء لا أعتقد أنه كان يدرك هذه الأوصاف في هوية شخصية يسوع المسيح ويسمي أيضا رئيس السلام فالمسيح يدعى ملك السلام يدعى رئيس السلام رب السلام يدعى أيضا إله السلام إله السلام يقدسكم إله السلام سيصحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا والكتاب يصف يسوع في العهد القديم يهوى شلومينو يعني يهوى سلامنا وفي العهد الجديد في أفسوس صحة 2 بسم يسوع المسيح لأنه هو سلامنا صانع سلام ومبشر بهذا السلام هذه الأوصاف أحبائي قيلت عن المسيح الذي ولد في بيت لحم يدعى اسمه عجيبا وهذا الاسم أحبائي مش مجرد أي اسم اسم قوي اسم عظيم مكتوب عنه كل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا فهو فوق كل اسم ورياسة وسلطان يسمى ليس في هذا الدهر بل في المستقبل أيضا من خلال هذا الاسم تستطيع أن تحقق أمور عظيمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة